بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله درس النهاردة ان شاء الله هيتكلم عن السي اس اس والخواص بتاعته بعد ما اتكلمنا عن الكلاس وازاي اتعامل معاه بالجي كويري وازاي اضيفه وازاي احزفه هنتعلم نعمل نفس الموضوع بس في الخواص مش في الكلاس نفسه النهاردة عندنا حاجتين من السي اس اس اول حاجة ان انا اجيب قيمة قيمة السي اس اس الخاص بالعنصر وتاني حاجة ان انا اعمل ست للقيمة دي ان انا اغيرها بمزاجي مش مجرد بس ان انا اجيبها واشوفها طبعا هنشوف في العملي كل حاجة والامثلة هتوضح لنا الكلام ده كله اول حاجة عندنا كان عايدة هنعمل بارا جراف عادي بالشكل ده وهنحط له خواص والتكن background مثلا لون ازرق وهنحط له color لون ابيض قبل اي حاجة طبعا عايزين نشوف الشكل بتاعنا اهو ده الشكل بتاعنا الخاص بالبارا جراف نحط شوية خواص كده تغيل شكله عليكم بالشكل ده طيب اول حاجة هنتعلمها هي ازاي نجيب الخواص سي اس اس الخاصة بانصر طيب هنيجي هنا هنعمل كل حاجة بيفنت زرار ندوس عليه حس ان احنا نبقى عارفين ايفنت هتشتغل امتى get css هقول له get css على الزرار حاجة هنا اعمل select على الزرار بتاعي button dot click function function بالشكل ده بعد ما ادوس على click هاجي هنا اقول له b ال b هنا اللي هو العنصر الparagraph انا عايز اجيب css خواصة css بتاعته هقول له dot css وهجيب خاصية مثلا color لون العنصر ده اللون الكلام هنا لونه ايه طيب بعد ما انا عايز اجيب الكلام ده اول حاجة هكيش الكلام ده هكيشه في variable حيس ان انا قدر استدعيه تاني مثلا var color بيساوي اللون الخاص بالعنصر ده color d هنا بتعود على ده كله وهبدأ اشوف ازاي اشوف color d اشوفها فين ممكن نشوفها في ال console log بتاع المتصفح يعني هنا ادي console log هكتب فيه كلمة color اللي هو المتغير اللي قدامنا دوت فوق وبعدين هاجي هنا اعمل reload وادخل على ال console فاضي اول ما ادوس get css جاب لي اللون اهو red green blue كله 255 اللي هو اللون الابيض اللي هو عشان اتاكد هدخل هنا على ال b ادي اللون اهو اللي هو color شباك 3f هو نفسه اللون اللي هو بال red green blue ده اهو طيب معنى كده انا جبت الخواص بالطريقة دي زي ما انا شايفين ممكن ان انا اعمل اكتر من حاجة يعني بالطريقة بتاعتي دي ممكن اعمل اكتر من حاجة باللون دوت وهنشوفها دلوقتي وهنشوف امثلة مواقع كتير جدا بتعمل الموضوع ده انا هعمل input type عشان نلاجع الحاجات القديمة اللي احنا تشتغلنا عليها input type بيساوي text name بيساوي اي حاجة مش هتفرق حرف السي بس عشان ما حاش يتلغبط وبعدين value مفيش ده input type عادي زي ما انا شايفين اهو اه ممكن انا اجي هنا اقوم بيساوي في الكود وهقول له هختار اول حاجة عامل سنلاجع على ال input وهقول له dot value الخاصة بال input هتكون فيها color اللون اللي هو اللون الparagraph ده هعمل reload هدوس get css جاب لي اللون اهو جوه جوه ال input field زي ما ان شايفين وجابهولي في ال console look برضو ممكن اطلع اللون ده في اي مكان اعمل بي اي حاجة تعجبني اه درس اللي اللي كلمنا فيه لحيث اللي فاتت هعمل sban مثلا slash sban دي sban عادية هدمجها هخليه يحطها لي في ال body اتفقنا الطريقة اللي انا قلت عليها ليه نعمل text كده بالشكل ده وكما وclass مثلا لاني اقدر استخدم متغيرات زي ما هنشوف دلوقتي انا قلت له هتلي sban فاضية وبعدين عملت ال breakts الخاصة بيها واحط جوه text حط كلمة color بالشكل ده يعني معنا كده قلت له text اللي جوه ال sban ده هيكون كواء اللون اللون اللي هو في الاول خالص ده اللي احنا مكايشينه اللي هو لون ال paragraph وهاجي هنا هقول له . هحطه لي فين في ال body بالشكل ده وهعمل دوس على الزرار هتلاقوه كتب لي اهو اللون اهو في ال body زي ما هنشايفين بعد ال input هطه لي اهو نفس اللون يعني معنا كده انا قدر اجيب الخواص السي اس اس كلها بالشكل ده طيب لو انا بدل ال color دي عملت مثلا background كده مثلا وقلت get css جاب لي background كاملة اهي زي ما هنشايفين كود ال background كامل جابهولي background red green blue non repeat scroll جاب لي كود ال background كله كامل طيب احنا حطين اي تاني في css عشان ممكن نجيبه حطين مثلا bedding طيب تعالوا نشوف ال bedding هعمل reload هقول له get css جاب لي ال bedding اهو 10 pixel 10 pixel ده بالنسبة لان انا اقدر اجيب css الخاص باي عنصر عرفنا انا اقدر ازا اجيبه برضو هعمل حاجة تاني في ال value الخاصة بال input هاكس الموضوع شوية حيث نشوف بعض الطرق اللي الناس بتعمل بيها اه بيعملوا ايه بالموضوع ده فيها انا هاجي هنا مسلا وهقول له اه يعني مسلا انا عايز اعمل ايه انا هجيب لون ال css الاول فوق اللون اللي هو الخاص بالparagraph مسلا اه او انا هاكس الموضوع انا هجيب ال input فوق ال input عندي فاضي ال value بتاعته فاضية اهي اوكي قلت له لما تدوس على الزرار ال value دي هي اللي هتطبق على ال الparagraph طيب ازاي الكلام ده هقول له color بيساوي input value حمسح دي خالص انا دلوقتي كده انا بقول له ال value اللي هي اه المتغير اللي اسمه color بيساوي ال input value ال input value اللي هو الحاجة اللي انا هكتبها هنا طيب ال input value دي انا مسميها color هقول له بقى هنا هقول له بقى هنا الparagraph بالشكل ده هقول له dot css هبدأ انا بقى اكتب هنا اعمل set للخواص css مش بس اجيبها بقى لا هعمل set للخواص هاجي هنا اختار خاصية وعمل هنا او color كويس color وهعمل هنا كلمة color اللي هي المتغير اللي فوق يعني معنى كده بقول له خاصية ال color هحط فيها اللون اللي هيكتب في ال value فوق ده تعال نشوف reload هكتب هنا انا شباك F zero zero ده اللون الاحمر وهعمل get css شايفين غير اللي الparagraph خلى اللي اللون احمر زي ما انا شايفين كده اهو color red green blue 255 00 يعني في العادي خالص قبل ما نعمل موضوع value ده خلينا نرغير الوقتي ونشوف في العادي خالص انا لما بستعمل خاصية css بعمل double codes بعدين فصلة كومة بعدين double codes تانية في الاول بكتب الخاصية ولتكن background بالشكل ده وفي التاني بكتب value الخاصة بالخاصية دي background انا عايزها ايه؟ عايزها لون احمر فاكتب f zero zero ده في العادي كده هدوس get عمل هالي اهي زي ما نشوفين احمر بدل ازرق عمل ال background red green blue اهي اللي هي فوق دي ولغى الازرق اللي انا اصلا عامله في css يعني عرفنا ازاي احط خاصية من خواص css بالشكل ده طيب بالنسبة للي عنده اكتر من خاصية هنرجع بقى للي احنا كنا بنعمله في الدرس الانيميت وهنعملها بالشكل ده هنلغي ده كله وهنعملها بالشكل ده كده انا اقدر اكتب اكتر من خاصية لو عندي اكتر من خاصية css اقدر اكتبها بالشكل ده ايه وبرده نفس الموضوع ممكن اعمل كده نقطتين واعملها كده واكمل عادي background اهي شباك F00 ده اللون الاحمر ايه تاني عايز اعمله مسلا اه color نقطتين ممكن اعمل ايه في ال color مسلا غير الابيض ممكن اعمله اسود بالشكل ده وهعمل reload وادوس زي ما انشايفين اللون احمر ال background والكلام نفسه اسود طيب ممكن ارجع اخد حاجة من دول تكون متغير من المتغيرات لفوق نجرب البادنج دلوقتي عندي 10 بيكسل هعمل هنا متغير اسمه padding واخلي ال input value اللي هو padding ده يغيره لي هنا هقول له padding يساوي المتغير اللي هو اسمه padding اللي هو هيجيبه لي من فوق هنا اللي هو انا هكتبه بمعنى اصح هنا لو ما كتبتش حاجة زي كده مش هيعمل حاجة طب لو كتبت عشرين بيكسل وادوس شايفين زواد لي ال padding اهو بقى padding 20 بيكسل واللغة العشرة اللي انا اصلا كتبهم في الدرس في css طب لو كتبت 40 بيكسل padding ودست عمال لي ال padding نفس الموضوع طيب يعني معنى كده كل حاجة انا اكتبه هنا اقدر استعملها كخص مثلا او حرف ال m بس ده مجرد متغير وهنا الخاصية نفسها اسمها margin هتجيب لي القيمة اللي هي في ال value في ال input value هنا القيمة اللي انا هكتبها هنا هتتطبق على ال margin لو كتبت هنا 50 بيكسل ودست get css عمال لي margin حوالين البوكس اهو ال paragraph عمال لي margin 50 بيكسل اهو ده الدرس بتاع المهاردة وهو ازاي اعمل set لخواص css وبعيد عن value ده كان تطبيق لدرس مبارح اقدر استعمل الخواص زي ما انتم شايفين كده اهي بدون اي مشاكل اعمل انا ال badding من هنا بالنفسي بالشكل ده 10 بيكسل مسلا بالشكل ده 20 بيكسل ايا كان اول ما ادوس يطبق لي ال css اللي انا عملته كله كده عرفنا النهاردة ان شاء الله ازاي اجيب خواص css وازاي اعمل set لخواص css برضو بنفسي وعرفت ازاي اكتب متغير واحد بس خاصية واحدة من خواص css بتتكتب بالشكل ده double quotes لو عايز اكتر من خاصية جوه القوص بفتح تاعت css وبعمل double quotes وافصل بينهم بكما وهكذا double quotes وافصل بينهم بكما علشان اكتب اكتر من خاصية بالشكل ده واتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل واعجابكم واشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله واشوفكم